نيجي بقى للأهلي نيجي بقى للأهلي للأهلي النهاردة تعادل مع وفاق ستيف 2 في مباراة العودة بعد ما كسب مباراة الزهاب 4-0 عشان يسعد لنهاء دوري ابتالى أفريكي قلت لكم من مباراة الزهاب الكلام اللي هو المعلب او الكلام الاخليشيات انه الاهلي لسه عنده مباراة عودة وانه ما ينفعش ما يركز في مباراة العودة ولسه ما حسمش صعوده للنهائي ده الكلام اللي ممكن يقولون المدرب لللاعبين عشان يخليهم يلعبوا برجولة واداء وتركيز لكن 4-0 وفاق ستيف ومباراة الزهاب كانت حسمت الأمور تماما خاصا للأهلي وفاق ستيف فرق المستوى كبير بينهما تعادل الأهلي النهاردة 2-2 وتقلق برستاة وتقلق عبدالقادر وتقلق عدد من لعبي النادي الاهلي ورغم ان النادي الأهلي النهاردة ما عملش افضل مستواته بس كان بيلعب في المضمون محمد شريف نهاردة كمان سجل هدف أحمد عبدالله كان سجل هدف الأول مبكر محمد شريف نهاردة نزوله سجل هدف التعادل للنادي الأهلي مباراة ما فاش كلام فني كتير بصراحة ده ما قلتلك الأهلي كان بيحاول يعني ما يطلعش خسران من المباراة عشان هو الأهلي يعني بس في كل الأحوال كان الأمور حسمت مع الهدف المبكر كمان سجل أحمد عبدالله كان محتاجه فاق ستيف 6 أهداف عشان يسعد وحتى لو ما كانش الأهلي سجل هدف ده هو فاق ستيف مستحيل يسجل أربع هدف أو كان مستحيل يسجل أربع هدف في النادي الأهلي مرحوظة بس بسيطة جدا علي مع الول مرهق مرهق جدا واتصور أنه تغييره النهاردة تأخر كثيرا يعني كان المفهود يتم تغييره عشان يريح المبركة مضمونة شبه مضمونة للأهلي علي مع الول شكله مرهق مش بقول إنه مستوى وحش بس مرهق تغطياته والجري الكتير ومجهوده الهجومي والدفاعي أقل من العادي بتاع علي معلول فأكيد محتاج يريح من أكتر العيبة اللي في الأهلي ما بتريحش والأهلي محتاج يريحه الفترة اللي جاية وأعتقد مسلماني هيعمل كده قبل المباراة نهاية دوري أبطال أفريقيا المباراة كمان شاهدت عودة رامي ربيعة في هذه المواجهة بعد غياب طويل بسبب الإصابة طيب المباراة النهاية ترجمة نانسي قنقر